بسم الله الرحمن الرحيم تكلمنا في الدرس الأول في الوحدة الثالثة عن الدلالة وأقسامها وذكرنا أنها تنقسم إلى دلالة لفظية وغير لفظية وتكلمنا أيضا عن أن كل من الدلالة اللفظية ينقسم إلى كسمين وذكرنا أن هناك طريقة أخرى في التقسيم وهو تقسيم الدلالة إلى وضعية وإلى طبيعية وإلى عقلية وأن كل منهما ينقسم إلى كسمين لفظية وغير لفظية وكان من أهم ما ذكرناه في ذلك التقسيم هو أن الذي يهتم به المنطقيون من تقسيم الدلالة هو الدلالة الوضعية اللفظية وذلك لأنها منضبطة يستطيع الناس أن يحتكم إليها أما بقية الدلالات فهي غير منضبطة وسوف نتكلم في هذا الدرس من هذه الوحدة الثالثة عن أقسام الدلالة الوضعية التي قلنا أنه يحتكم إليها المناطق تنقسم الدلالة الوضعية إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هو دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له كدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه وهو أنه حيوان ناطق وكذلك لفظ الدار على جميع مرافقها من جدار وسقف وأرض وغيره مما يتصل بالدار وسبب تسميتها بالمطابقة أو التطابقية لتطابق الوضع والفهم أي الوضع الذي وضعه الناس والفهم الذي يتبادر إلى ذهنك عندما تسمع ذلك اللفظ القسم الثاني دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كله كدلالة تلافظ الكتاب فإنه يدل على الورق وحده أو على الغلاف وحده عندما تطرق وتريد الورق وحده هذا تسمى دلالة تضمن أو تريد الغلاف وحده فإنه يسمى تضمن أما إذا أطلقته وتريد الغلاف والورق فإنها تصبح دلالة مطابقة القسم الأول وكذلك دلالة لفظ الإنسان على أنه حيوان وحده أو ناطق وحده هذه تعتبر دلالة تضمن أما إذا أطرقتها وأردت الحيوان الناطق فإنها تصبح دلالة مطابقة كما سبق معنا وسميت دلالة التضمن بهذا لأن الجزء مفهوم في ضمن الكل الورق مثلا عندما أطرقت الكتاب يفهم ضمن الغلاف وضمن الورق فهو مفهوم في ضمن الكل ولا يمكن تحقق هذه الدلالة إلا في شيء له أجزاء أما الشيء الذي ليس له إلا جزء واحد فإنه لا يمكن أن يكون تضمن أبدا ولا يكون إلا مطابقة القسم الثالث من أقسام الدلالة هي دلالة الانتزام وهي دلالة اللفظ على معنى خارجي عن مسمى لازم له عقلا أو عادة لزوما ذهنيا يعني ليس دلالة اللفظ على تمام معناه كالمطابقة وليس دلالة اللفظ على جزء معناه كتضمن وإنما يدل على شيء خارج اللفظ تماما ولكنه يلزم من اللفظ وجود ذلك الشيء إما يدل عليه العقل أو تدل عليه العادة باللزوم الذهني بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج اللازم كدلالة العمى فإنك عندما تقول فلان أعمى مباشرة يتبادل إلى الذهن فقد البصر معانا العمى لم يتكلم عن فقد البصر وإنما تكلم على ما هذا لازم ذهني والأسد كذلك جرت العادة أنه عندما يطلق هذا الكلمة فإنه يتبادل إلى الذهن الشجاعة وكذا الأربعة عندما تطلق يدل على الزوجية والخمسة تدل على الفردية وسميت دلالة الاتزام بهذا الاسم لأن المعنى المستفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة ولكن معناه يلزم منه في العقل أو في العرف هذا المعنى الجديد المستفاد والمعتبر من الدلالة الاتزامية عند المناطق هي الدلالة الاتزامية العقلية فقط أما العرفية فالاعتبار بها لماذا العقلية؟ لأنه يمتنع انفكاكها عقلا أبدا أما العادية فيمكن أن تنفك فمثل لزوم النبات للغيث والأسد للشجاعة هل هو لازم دائما؟ لا قد يأتي الغيث ولا تنبت الأرض كأن تكون أرض سبخة أو كأن تكون الأرض صخورا أو لا تقبل الإنبات وكذا ليس كل أسد شجاع بعضها يكون ضعيفا هزيلا ليس شجاعا إذن الدلالة هنا عادية فلا تعتبر عند أهل المنطق لأن العقل يجوز عدم وجود هذا اللازم في الدلالة العادية إنما لها اعتبار أي الدلالة العادية يعني الدلالة الاتزام العادية التي أتت عن طريق العادة لها اعتبار في دلالة الكلام بوجه عام ويعتمد عليها عند علماء البلاغة ويأخذ منها مستنبطات فقهية وعند الأصولين لها اعتبار وقد يحتج بها عند المناظرة ولكنها عند أهل المنطق الاعتبار لها ويسمى اللزوم العقلي المعتبر عند المناطق لزوما بينا إذن اللزوم العقلي يسمى لزوم بينا وأما اللزوم العادي فالاعتبار له عند أهل المنطق يمكن أن نلاحظ من خلال هذا النموذج تقسيم الدلالة عموما كنا أنها تنقسم إلى عقلية طبيعية وضعية العقلية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية الطبيعية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية والوضعية كذلك لفظية وغير لفظية ثم اللفظية تنقسم الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسم مطابقية تضمنية التزامية ثم الالتزامية تنقسم إلى عقلية وعرفية وكنا أن أهل المنطق يهتمون بهذا القسم الأخير العقلية ليس العرفية العقلية الالتزامية من الوضعية من اللفظية الوضعية هذا تسلسل الشجرة في ذلك التقسيم هناك مسألة وهي هل هناك تلازم بين الدلالات فيما بينها هل يلزم من وجود كل دلالة أن توجد الأخرى أم لا يمكن أن نقسمها وفق التقسيم التالي أولا لا يلزم من وجود الدلالة المطابقية وجود التضمنية لأن المطابقية أعمل من التضمنية فقط توجد المطابقية ولا توجد التضمنية لأنه قد يوجد معنى ليس له أجزاء أي معنى بسيط مثل النقطة مثلا في نهاية الخط فإن هذه النقطة التي في نهاية الخط عندما نقول نقطة نشير إليها هذه دلالة مطابقية لكنها لا تتجزأ فلا يمكن أن تكون تضمن أبدا لأنها كن في التضمن لا يكون إلا فيما له أجزاء أيضا لا يلزم من وجود المطابقية وجود الاتزامية لأنه قد يوجد معنى ليس له لازم ذهني بين بالمعنى الأخص أيضا دلالة التضمن قد تجتمع مع دلالة الاتزام إذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني من جهة التركيب فهو تضمن ومن جهة اللازم الذهني فهو التزام فتجتمع الدلالتان في موضوع واحد وذلك كالإنسان معناه مركب من حيوان الناطق فإذا أرسلنا كلمة إنسان على الحيوان فهو تضمن وإذا أرسلناها على النطق فهو تضمن وله لازم ذهني أيضا فإنه ينساب إلى الذهن عند دلالة كلمة إنسان القابلية للكتابة والقابلية للضحك والقابلية للقراءة وهذه كلها لوازم لا تدل عليها كلمة إنسان أبدا لا بتمام المعنى ولا بجزء المعنى ولكن لا تدل عليها بالالتزام إذن له لازم ذهني كلمة إنسان وهي قابلية الصنعة صنعة الكتابة والقراءة فوجد فيها تضمن والالتزام القسم الرابع تنفرد ذات التضمن فيما إذا كان المعنى مركبا وليس له لازم ذهني مثل اسم عبد الله ولا يراد به شخص بعينه فعندما تقول عبد الله أي أنه عبد لله سبحانه وتعالى أي شيء كذا عبد الله سبحانه وتعالى هذه لأنها مركبة من مفردتين يمكن أن يأتي إليها دلت تضمن وتتعرض لها ولكن لأنها لا ترتبط بشخص بعينه فإنه لا يمكن يأتي لها اللازم الذهني أما لو أطلقت على شخص معين وهو عبد الله أبن فلا مثلا فإنه يتبادل إلى الذهن لازم من ذلك أن يكون ذلك العبد كاتب أو أنه قوي أو أنه ملك مثلا أو أنه مسؤول أو أنه تقي أو نحو ذلك إذن هذا لازم من ذهني يأتي إذا كانت مراد بها الإسم عبد الله شخصا بعينه القسم الخامس أو النوع الخامس من أنواع هذا التقسيم أنها تنفرد دلالة الإتزام فيما إذا كان المعنى بسيطا تنفرد عن دلالة التضمن كالنقطة فإن لها لازم من ذهني كدلالتها على قيمة رياضية مثلا أو كونها تدل على شفرة معينة طبعا الدلالة التضمنية يكون لابد أن تكون فيما له أجزاء ولذلك الشيء الذي معنى البسيط الذي ليس له أجزاء لا علاقة للتضمن فيه لأن التضمن لا بد أن يكون تحته أجزاء حتى يطلق اللفظ ويراد به بعض تلك الأجزاء فيصبح دلالة التضمنية هنا النقطة مثلا عندما تضع نقطة صفر على الورقة لا يمكن أن يكون لها أجزاء هي كترة واحدة ومعنى بسيط فهي لا يستضمن وكنا أنها مطابقة أيضا تصح أن تكون مطابقة كما مر معنا في القسم الأول طيب هل يمكن تكون التزام؟ نعم التزام فإن ذلك عندما أضع نقطة يتبادل للذهن مباشرة أنه صفر أي لا قيمة له فإذا وضعنا جنب النقطة أو الصفر هذا واحد تبادل للذهن أن المراد به عشرة وعندما نضع صفرين مئة وقد نقول مثلا نضع النقطة في نهاية الخط فنفهم مباشرة أنها تريد انتهاء الكلام انتهاء الكلام عند هذا الحد وهذا معروف في علامات الترقيب